اللي هي نظام اللوحات اللي منشوفها والمعالقات اللي منتبدأ نتعلقها في بيوتنا او نعلقها في الايه؟ في اماكن العمل بتاعتنا يعني برضو لو انا عملت دي برضو كده عملت عمل فنية وقدر عمل بيها معارض وفي ناس فعلا عامل الكلام ده وخارجين تعريم فني نظام او صناعات زخروفية وفعلا عندهم مشروع كبير بنفس النواية دي بيعمل لوحات فنية وبيبدأ برضو يبيعها للجمهور دي نوع من انواع برضو في حاجات كتيرة جدا لو فكرنا فيها ان برضو موضوع الديهانات لو انا ممكن اجيب شغولات خشبية وابدأ نعملها عملية تلوين ممكن اشتغل في الدكور نفس ودكور الحوائط وابدأ اشتغل عليه سواء ان كان لازق الورق او ان كان التلوين نفسه على الجدران او حتى تجهيز الجدران للتشتيب حسنا اي بيت عندنا او اي مكان عندنا مبني من اي ان كان سواء البناء بتاعه بناء عادي او اي ان كان انواع البناء شو بنشوفها مبني بها المبني بتاعتنا بس بيحتاج لعملية تلوين وزخرفة نظام الاعلام ممكن نلقى مثلا في التلفزيون التلفزيون المرة واحد فيه هتلاقي جماعة بتاع الدكور جماعة بتاع الدكور هتلاقي فيهم برضو فنيين كتير نظام الزخرفة او تخصص الزخرفة اللي هو مبني على عملية التلوين او لازق ورق الحائط او الحاجات اللي هي السبتة والمتحركة اللي بنبدأ ليحركها في الاسطوديوهات بتاعتهم طب دي كلها حاجات بتتنفذها خريج التعليم الفني يبقى لو انت ما فتحتش مشروع صغير تقدر ان انت تلتحك باي عمل من الاعمال دي سواء كان في شركة من شركات المأولات تبدأ تشتغل معهم او برضو بيتلتحك بحاجة فيها نظام اعلام سواء كانت قنوات نظام قنوات خاصة او قنوات عامة ايا كان مهم ان انت برضو هتلاقي مكان لعملك سواء كان مع المجموعة دي او بفتح مشروع صغير تقدر تستفيد بيه وطبعا الواحد بيحب انه يرجح عمل مشاريع صغيرة اللي انت بتتحكم كمان في حاجة مهمة جدا بتحكم في انتاجك تبقى انتاجك بتعب برضو بتحس بتعب بعد ما تخلص القطعة الفنية بتاعتك اللي انت بتتعب فيها وبتبدأ بتشوف ان الناس مقبل عليها وبتبدأ انها تتباع منك ده طبعا حاجة من الحاجات الجميلة وتخصص من تخصصات الجميلة اللي محبوب لقلوب الناس حتى لو انا مش في التخصص بتاعي تعالوا بقى نشوف ازاي بيتم عمل التصمات بتاعتنا دي وازاي بيتم تنفيذها على سواء كان يدوي او كان كمبيوتر او اي ان كان الاجهزة اللي تشتغل عليها اللي هنشوف بارضو بنعمل فيها ايه تعالوا نشوف على لوحة فنية كده بتترسم ازاي معنا اول حاجة طبعا زي ما انا شايفين بداية بيبدأ الرسم بالايد ومعاها مجموعة الالوان بتاعته بيبدأ يجاهز الالوان زي ما انا شايفين وبيبدأ خلط الالوان مباشر على اللوحة الخاصة بالرسم بعد ما عمل الخطوط الاساسية اللي هي بيمش عليها الرسم بتاعه بيبدأ يحط الالوان بيعمل لها عملية خلط مباشر على اللوحة بحيث يعمل عملية التدريج داخلي في قلب الايه؟ في قلب اللوحة التدريج ده بيتم وضع مكون من اللون الاساسي مع مجموعة الالوان اللي حواليه سواء كان يعمل خلط لون مع لون او يعمل عملية تفتيح او تغميء للون بتاعه وعشان تتم الالوان او تظهر بالشكل ده بيتم عمل وضع ايه؟ وضع نقط بيضة مع بعض اجزاء من اللون الاساسي اثناء عملية التدريج كده هو عمل الجزء الفقاني بتاع اللوحة وجزء رقم اتنين وبدأ يطلع في جزء تاني جزء خاص برسم الاجزاء الموجودة في الخلفية زي ما شايفين هو بيبدأ اللوحة حتى من اعلى مش من اسفل عشان وضع اليد اثناء عملية الرسم لازم تبقى اليد موجودة في منطقة ايه؟ جفة بعيدا عن الالوان البتاعتي بحيث انه ما رعملش مشكلة مع عملية التلوين هنا لون شبه قر بيخلص الخلفية وبيخلص الاجزاء الموجودة معاه بحيث انه هي يخلي او يجمل الشكل بتاعه هنا اللوحة شبه قر بتنتهي بقى الجزء اللي معايا ده اللي هو الجزء بيتم فيه رسم الكوخ ده اللي قدامنا هنلاحز انه هو بيجي في بعض الاحيان بيتم تلوين اجزاء بالوان مصمطة بالكامل وبيتم وضع الوان تانية عليها بعد الانتاء منها عشان يعمل عملية تهزيب وزبط للالوان بتاعتي اللون على لون بس بيعمل الوان بشكل مناسب برضه بيحاول انه بيبين العمق الموجود في قرب اللوحة العمق والشكل السلسي الابعاد اللي احنا بنحس ان اللوحة ما ينفعش هنبص على اللوحة ونحس ان هي مصمطة عايز تحس ان اللوحة حية فبالتالي بيستخدم اجزاء المنظور في وضع الالوان على اللوحة من سواء كان تفتيح لون او تغميق لون او وضع لون على لون ايا كان هنا طبعا بيستخدم الالوان اللي موجودة في مكان فيه شتاء او فيه نظام تلج فالالوان كلها ميلة لالوان الشتاء فبالتالي بتحس انه فعلا فيه كاين فيه جريد بينزل في المكان ده فبالتالي كل مكان اللون بدأ يفتح معايا كل ما ظهر معايا ايه كل ما ظهر معايا الاحساس ببرودة اللوحة بيستخدم الوان بنسميها احنا الوان برده عشان نيظهر اللوحة بالشكل ده وبالوضع ده هنلاحظ انه بدأ برضه بياخد بيخلط الالوان بتاعته كلها يعني مثلا عشان يعمل الموضوع ده بيجيب مثلا اللون الازرق وجنبه قطعة من او بقعة من اللون الابيض بيعمل عملية خلط وبيده عملية يعمل عملية تفتيح للون وبيزود في الاماكن المخصصة لعملية التفتيح كل شوية كده بيحاول ياخد منها ايه شوية ويبدأ يعمل عملية ايه تلوين لها بحيث يظهر اللون في النهاية بالشكل ده بعد ما انتهى من الوان الارضية بيرجع تاني للجزء الاساسي وهو الكوخ اللي هو مفروض تساقط عليه بعض السلوك في المنطقة العليا او الجزء الاعلى منه بيبدأ يديله برضو الالوان اللي بتوضح ان كأن فيه سلوك نزلة على السطح بتاع الكوخ بتاعه برضو بيستخدم الالوان بتاعت اللي هي ميالة ليه ما بين الازرق وما بين الابيض وبيتم برضو خلطها مباشرة على اللوحة اثناء عملية التروين هنا بيتم بمسح الالوان عشان يظهر برضو الزل والنور اللي موجود في قلب اللوحة وبي برضو يبين بياض التلج الموجود على سطح اللوحة وبردو هنا بيبدأ يعمل لعملية ايه يعني كأن الشمس فعلا موجودة في المكان ده ومغيمة الصحب عليها وبردو بيظهر هنا برضو مجموعة من الصحب عشان يبين كأن الدنيا مريانة تلج وجريد نازل وظهرت اللوحة بالشكل ده في النهاية طبعا بقى جوزة هنا مهم جدا وهو شكل الكوخ نفسه ومفروض ان يكون مبني من الخشب او من القطعة الخشبية الموجودة فوق بعض بيستخدم لون مخالف للالوان اللي موجودة في قلب اللوحة وهو اللون البني ويبدأ يعمل به قطعات عرضية عشان يبين شكل الكوخ كأنه فعلا بيتكون من جزوة الشجر اللي موجودة فوق بعضها بيدي الإيحاق فعلا بيها بيبدأ يرسم الأجزاء اللي موجود فيها تشباك والباب ويبدأ برضو يعمل هنا كأنه بيرسم كبري في المكان ده لاحظوا كده حتى في رسم الكبري والجزء الخاص بالظل والنور للكبري عشان يديك الإيحاق فعلا إن هنا فيه كبري بيبدأ ياخد مثلا لون الغامق ويبدأ يعمل عملية تفتيح له ويعمل عملية تدريج عشان يغصلنا إن فعلا في المساحة دي فيه كبري برضو بيحط بعض البقع فيه كده على أساسا برضو إن يقول لك إنه موجود أو معمول من مجموعة من الأخشاب وهنا طبعا الطريق اللي موجود أو الجزء اللي بيمر فيه بيبقى فيه برضو بعض السلوج الموجودة متمطورة على الطريق في الشكل ده بيرجع تاني طبعا بعد ما جاهز الكوخ وظهر وصلت الرسمة للشكل ده بيبدأ يوضح بقى إن فعلا إن المكان ده منور من الداخل فبيبدأ يحط ألوان مناسبة لعملية النور طبعا هنا برضو بيشطى بالكبري بس هيرجع هنا طبعا للوحة تانية ويبدأ يمسك الكوخ بتاعه ويبدأ يحط الألوان الخاصة بالإضاءة اللي هو طبعا بيتميل طبعا لو أنا في مكان زي كده وممليان بالسلوج محتاج إن أنا أعمل إيه؟ محتاج إن أنا على أقل أكون مشغل إضاءة جوه أو مشغل دفاية فبالتالي هبدأ يتميل الألوان اللي خارجة من الشابيك والأبواب بيتميل للون البرطقاني فبالتالي بيبدأ يحط الأرضية بتاعته برطقاني ويحط بعض الخطوط اللونية بحس تميلنا أو تميل اللوحة لإيه؟ للأشكال اللي فيها الإضاءة وفي نفس الوقت بتديك إحاء فعلا فيه حاجة منورة من جوه ويدي شكل الستير ويدي بعض الأشكال أو بعض الخطع البصرية اللي بيتم وضعها على اللوحة عشان يديني الشكل الجمالي اللي موجود فيها وبتظهر في النهاية الشكل ده طبعا خريج الزخرافة عندي بيكون متعلم بعض رسومات الفنية دي وبعض بعض العمال الفنية بيقوموا فيها على جدران المدارس بتاعتهم وحتى بعض المدارس بتبدأ تعمل عملية تلوين للأسوار حتى وبتبقى فيه حاجة لوحة فنية في المدارس اللي بتبدأ تستخدم التخصصات دي وبتعمل حاجة كويسة جدا إن سواء كان تخصص إن أنا درسته جوه وفي نفس الوقت بجمل بيه مدرستي وفي نفس الوقت كمان بعمل بيه إيه؟ بعمل بيه حاجة مفيدة لنفسي أقدر أعمل بيه لوحات فنية أقدر أعمل بيه أشكال كتير جدا تفيدني وتفيد المجتمع كمان يعني حاجة نفعة حتى فم ذاكرة الطالب بتاعنا بيكون بيذاكر بطريقة جميلة جدا نوعب معظم دراسته مبنية على الرسم تعالوا نشوفوا إزاي كمان الطالب بتاعنا بيعمل الظل والنور باستخدام الأقلام الرصاص تشوفوا كده في بداية رسم اللوحة كده بيحصل معايا إيه هنا؟ بيرسم هنا بالألم الرصاص وبيبدأ يعمل الخطوط بتاعته بيبدأ يجاهز مناطق الظل والنور هنا طبعا بيكون حاطة جزء قدامه ده طبعا من أهم حاجة عندي في الدراسة بتاعتي إنه بيبدأ مبني على النقل نقل حاجة طبيعية موجودة قدامه مش حاجة بيعمل لها عملية شف لا بيحط فعلا الحاجة اللي بيرسمها دي قدامه بيبدأ يعمل لها عملية نقل بحيث بين المأسات بعينه بيبدأ يحط الظلال بتاعة الألم الرصاص بالشكل المناسب مثلا هنا بيحاول أنه يرسم كتاب مقلوب فبالتالي بيبدأ يحط الأوضاع والخطوط التقيلة في الأماكن اللي فيها الضوء خافت وفي نفس الوقت الأماكن اللي فيها الضوء شديد بيبدأ يخلي الرصاص فيها بيكون خفيف زي هنا مثلا صفحات الكتاب اللي فيها ميالة للأبيض لأن صفحات الكتاب في الأساس لونها أبيض ويبدأ هنا يعمل كأن الضوء جاخله من الاتجاه ده فبالتالي أي حاجة في الاتجاه ده أو في مواجهة الحركة بتاعة ايدي دي هنلاحظ أن اللونها فاتح جدا أما الحاجة المواجهة للعكس ده هنلاحظ أنه بيغمقها جدا زي ما هو بيحصل معاه في الشكل ده وظهر معاه الستوانة اللي قدامه دي كأن فعلا دي استوانة موجودة بالشكل ده وفي ظهرها كتاب وبيبدأ برضو يكمل اللوحة بتاعته ويبدأ يشوف اللي بيكمله تاني طبعا هنا بيعمل الظلال بيحس أنه يظهر لي الشكل ده هنا طبعا بيعمل بكرة خيط قدامه وبيعمل طبعا الخطوط كأن فعلا فيه خيوط ملفوفة على البكرة دي طبعا وبيعمل بيحاول يستخدم بنسميه المنظور في عملية الرسم طبعا منظور الهندسي مع الأشكال الزخرفية بيدي إحاقات جميلة جدا للوحة بتاعته لأنه عملية في النهاية وضع الألوان وضع الرسومات بيعتمد على التخيل بتاع الفنان اللي بيبدأ يرسم اللوحة بتاعته بحيس أنه يديني الشكل المميز بتاعه هنا طبعا بيعمل حاجة تانية لحاجة زي زهورية كده صغيرة جنبها بحيس يبقى هنا عندي اللوحة اللي قدامه تبدأ أنها تكتمل تقدر تظهر بالشكل الفني اللي بيظهر به اللوحة وطبعا زي ما قلنا دي حاجة من الحاجات المميزة اللي بيتعلمها الخريجين بتوعنا أثناء فترة الثلاث سنين أو الخمس سنين اللي بيقضوها عندنا في مدارس التعليم الفني بتعامل لم حاجة كويسة بتعلم فني كويس بيبقى بيتمنى يتعلم حتى الفني ده الشخص العادي فبالتالي هي حاجات بسيطة جدا يعني وبيتتنفس بطريقة سهلة جدا وطبعا لو أنت نفست بعض اللوحات اللي أنت بتعامل لمها طول فترة دراستك وعملتها بشكل مميز بتقدر أن أنت كمان تستفد بها إما تستخدم المعلاقات عندك في مكانك إما تقدر أن أنت تستفد بها وتبيعها وتعمل لك دخل كويس ويبقى برضو مشروع صغير استفدت به سواء وأنت بتدرس عندنا في المدرسة أو بعد تخرجك من المدرسة ظهرت هنا مجموعة اللونية أو مجموعة الوحدات الموجودة عندي بالشكل الطبيعي بتاعها كأن فعلا الحاجات دي موجودة قدامي بطبيعتها وكأن فعلا لوحة بتتكلم بتقول أن هنا في بقرة ورق وهنا هي بقرة الخيط وجنبها الزهرية الصغيرة ووراهم كتاب ومستندين على حاجة بسيطة كده قطعة خشبية عالية ده برضو من ضمن الأشكال اللي بتعلمها الخريج بتاعنا وبرضو بيخليه ينمي الأفكار والمدارك بتاعته الفنية بيطلع فنان فنان بيعرف فيها من عملية تنظيم بيعرف فيها من عملية تزوئ وتلوين للمنتج بتاعه بحيث يظهر لوحة مميزة يقدر نوعي يستخدمها سواء كان هيستخدمها كإعلان هيستخدمها كلوحة معلقة أي كان المهم بيتعلم حاجة لها بلزوء رفيع والفن طبعا احنا عارفينه فيش حد فينا بيحبش فن الرسم ده بالعكس كل الناس حتى الطفل الصغير بيطلع بيبقى عنده الملكة دي ويبقى بيحب يجيب الألوان وهو صغير يبدأ جمعه ويبدأ يرسم رسومات عادية لما لقى ابننا في عنده الملكات الفنية افضل طبعا الحكو لم يجي يشتغل عندي أو يجي يدخل عندي في التعليم الفني الحكو بتخصصات اللي فيها جزء الفن دي تخصصات اللي بتتعلم فيها الرسم تخصصات الزخرفية طبعا ده نمرة واحد قسم الزخرفة والإعلان في بعض التخصصات بتدرس الرسم بس ما بتستخدموش على لقاحات زي التخصص النسيج بتدرس الرسم برضو تخصص الملابس الجهزة بيدرس الرسم بس طعم عشان بيبقى فيه عنده جزء مهم جدا انه لازم يلبس المانيكان فبالتالي لازم يصمم القماشة ويبدأ يلبسها لحاجة مش موجودة قدامه على الورق يعني بيعمل الكلام ده كل على الورق ويحاول يظهر لك اللوحة بنفس الشكل اللي ظهر به من شوية الرسم بتاعنا يبقى ده برضو من ضمن التخصصات اللي بتدرس ايه الرسم عندي يبقى أنا عندي كده أكتر متخص أقدر ألاقي فيه الرسم تعالوا نشوف الرسم على الزجاج وازاي بيتم في التخصص بتاعنا ده وازاي الكمبيوتر بيبدأ هو اللي بيرسم كمان على الإزاز هنا طبعا التصميم جاهز على الكمبيوتر وبيبدأ بعد كده يتنقل على الجهاز المفروض أنه يتقوم بعملية الرسم فبيبدأ على طول الجهاز يبدأ الرسم بتاعه وبيبدأ بداية من الخطوط طبعا متعب موجودة الأحبار الخاصة بالزجاج موجودة أو متعبية في الجهاز بتاع الطباعة اللي قدامي وبيبدأ يعمل على رسم الخطوط الموجودة أو مرسومة مسبقا على جهاز الكمبيوتر بيبدأ طبعا يرسم مجموعة من الوردات على اللوح الموجود قدامي ده بيبدأ طبعا نرسمها بليونة وبشكل ممتاز جدا على السطح الزجاجي طبعا لو أنا هعمل الموضوع ده يدوي كان ممكن تبقى عندي مشكلة أثناء عملية المسح لو في عطل مثلا حصل مني أو في مشكلة حصلت مني أثناء الرسم عايز أمسح أو أعيد هنا طبعا الكمبيوتر ما عندوش مشكلة أن أمسح أو أعادي أو ما عندوش مشكلة أن الخط عندي معموج ولا حاجة لا على طول بيبدأ عملية الرسم بتاعته بيبدأ يرسم بخطوط لينة وبشكل مميز جدا وبشكل جميل جدا زي ما احنا شايفين وحركة الألم أثناء الرسم والأشكال المنحنية اللي بيبدأ يرسمها بشكل جميل جدا بيخلي شكل اللوحة جميل وهي بتترسم هي لوحة آه بس اللوحة بتترسم على سطح الزجاجي برضو بمحتاج أن يكون فيه إتقان في أثناء عملية الرسم طبعا كان زي ما بيتنفذ كل الموضوع ده يدوي لكن زي ما احنا بنقول برضو كانش بتبقى بالدقة المناسبة هنا على الكمبيوتر أقدر أو على الجهاز ده أقدر أعمل كمية كبيرة من التصميم ده في وأكرروا على أكتر من اللوحة ويطلع نفس الرسمة في نفس الأماكن يعني حطيت أكتر من اللوحة على بعض هلقيهم كلهم اترسموا في نفس المواضع المطلوب وضع الخطوط فيها لكن لو اترسمت بشكل يدوي هل أنه ممكن يكون الخط ده عندي في المكان ده ومع اللوحة التانية هلقات رحل شوية مع اللوحة التالتة وهكذا فدي مشكلة العمل اليدوي فعشان كده تم اللجوء للتكنولوجيا في عمل التصميمات اللي بيتطلب فيها الدقة المتناهية في عملية التصميم بحيث تظهر الشكلة الشكل الرسم بشكل مناسب وبشكل دقيق يقبله طبعا العميل اللي طالب الرسومات دي بحيث طبعا ما بواصل الشغل بتاعني أنا مطلوب بيتطلب مني أني أعمل العملية دي هتكون مثلا هتتعلق كمعلقة في مكان ظاهر لمسلا مكان سياحي أو مكان فندوي فبالتالي محتاج أن الشكل يكون مميز أو حتى لو كان مدخل لشركة فبالتالي أنا محتاج أن العملة بتاعته لما تيجي تشوف الرسمة ويجيبها ويبقى شكلها حل أنا كصاحب المكان أما الشخص اللي بينفذ الرسمة بالتالي المطلوب منه أنه هو ينفذ رسمة مناسبة تعمل على جذب العملية وتخلي شكل المكان بتاعي كواس فهنا طبعا بيتم الرسم بشكل دقيق جدا حسب الجهاز بتاعي وبتم طبعا عمل الوردات كلام ده كله لازم يكون متنفذ على برنامج على الكمبيوتر الأول بعد كده بيتوصل به الجهاز بتاعي بيقوم بعملية نقل الرسم من الكمبيوتر أو من الفلاشة اللي توصلت بالجهاز للوحدة اللي بتقوم بعملية الطباع أو الرسم بالألم وتبدأ تظهر اللوحة بتاعتي بالشكل اللي قدامي ده طبعا بيبقى حاجة شكلها جميل جدا وخصوصا كمان لو تعملها عملية تلوين يبقى شكلها برضو أحسن شوية بس طبعا بيبقى حسب العمل على اللوحة سواء كان بالألوان أو بالخطوط أوتلاين كده زي ما احنا شايفين بيبقى حسب طلبات العميل اللي موجود عندي هي طبعا اللي شفنا من شوية ده كان خزانات الألوان والألم اللي بيكتب ده بالزبط كده مشابه لسن الإبرة بيبدأ يعمل خطوط زي ما احنا شايفين كده بالليونة بيعمل الخط في أي مكان في التوقيت وفي الموقع المطلوب منه هنا اللي بدأ الخط من تحته وطلاقة مع كل الخطوط الموجودة عندي في اللوحة وظهرت بالشكل الجميل ده بيقوم برضو بعمل وراء الشجر بشكل حلو زي ما احنا شايفين كده من تريبا أوراق الشجر الموجودة في قلب اللوحة كلها مشابه لبعضها وفي نفس الأحجام أي أن كان في المواقع بتاعتها كمان على الفروع بتاعتي يعني طبعا بداية رسم الوردة كأن خلاص أول ما نشوفه يعمل حركة دي نعرف أنه بيرسم وردة صغيرة وعلى طول بيقفل الوردة بالدائرة اللي موجودة في قلبها تظهر لوحة عندي جميلة جدا محتاجة طبعا إن هي بعد ما تخلص إن هي تتشطب وتبدأ إن هي تتعلق يبدا شكل من أشكال استخدام التكنولوجيا في الرسومات الخاصة بنا إحنا طبعا لو قلنا إن إحنا بنستخدم التكنولوجيا بس في عملية الرسم لأ طب ده إحنا كمان عندنا حاجة مهمة جدا إن أنا برسم أساسا بالكمبيوتر كل الرسومات دي فبالتالي لازم يكون عندي حاجة مهمة جدا إن أقدر أستخدم الكمبيوتر في عمل التصميمات سواء كانت تصميمات إعلانية تصميمات زغرفية بيحس إن أنا يبقى عندي شكل مميز لي فبعض الأحيان بنشوف خدع بصرية موجودة في اللوحات الفنية بتاعتي بيكون مستخدم فيها في الأساس كمبيوتر وبعض البرامج الخاصة بالرسم اللي الغرض منها وضع الخدع البصرية على اللوحات وطبعا في الحالة دي إحنا بنستخدم اللوحات دي كلوحات إعلانية تعالوا نشوف بنستخدم أو بنعمل اللوحات اللي فيها الخدع البصرية دي إزاي باستخدام الكمبيوتر وبرضو الطالب عندنا بيستخدمها وبيتعلمها عشان يقدر يعمل لوحات إعلانية الفكرة بسيطة لكن نقدر أستخدمها في إعلان بس عشان أعمل إعلان هنلاحظ إنه بياخد وقت كبير جدا عشان يطلع اللوحة الفنية بتاعته بنسميها طبعا لوحة فنية لكن في الأساس بعد ما بيخلصها بتبقى شكلها جميل جدا وبتبدأ تعمل إيه الغرض المعمولة منه تعالوا نشوف بتتنفذ لوحة بشكل ده إزاي هنا عندي على برنامج الكمبيوتر عندي هنلاحظ هنا إنه فيه لوحة صغيرة يخد منها جزء اللي هو جزء كان فيه الشجر وبدأ يعمل طريق وفيه موجود فيها وليع عربيات هو ملخص اللوحة إنه هيكون هنا فيه طيارة هتكون موجودة وطبعا هنحطين كده أي اسم على الطيارة كان دي المركب بتاعتها يعني وهنا طبعا بعيز يعمل كإن فيه طيارة وقعت على الطريق وحصل لها تحطم فبالتالي بيجيب الطيارة دي وحدة جابها من صورة وجاب هنا مطور طيارة مكسور من صورة طبيعية بدأ يلعب فيه ويحوره ويركبه كإن فعلا إن المحرج بتاعة الطيارة ده انفجر وكسر بدأ برضو يحط المؤسرات البصرية على اللوحة من تفتيحه وتغيير ألوان وبعض التركيبات اللي بيبدأ يعملها في قلب اللوحة عشان يعمل إيه؟ يعمل ديني الإحاق إن فعلا اللوحة الطيارة وقعت على الطريق بدأ يعمل لها الظل بتاعها كيفية أنه فعلا وقع على الأرض ويبدأ بقى يبدأ يختار أو ياخد أشكال أو أجزاء أو وحدات من لوحات تانية ويبدأ يجمعها في اللوحة بتاعته عشان يديني الشكل طبعا عايز يمسح أي حاجة بيمسحها لأنه متعلم إزاي يقدر يحط الحاجة دي وإزاي يقدر يشيلها فعلا الطيارة نزلت وخبطتها وبدأ يحط بعض الأجزاء المكسرة تحت الطيارة واللاحظ برضا بيعمل نفس العملية دي مع الطيارة كل اللي بإن أنا بعمله بجيب أجزاء من لوحات تانية فيها الشكل اللي أنا عايز أعمله سواء كان الضوء أو كان التحطم هنا عزا ما عزي أجيبه النار كأن فيه نار ولاعت في جزء دغط من الطيارة يبدأ يجيب حاجة فيها إن شكل مفجار والخطوط دي كأن فعلا فيه واحد بيجري من الطيارة بعد التحطم بتاعها وإن مطور طيارة أو محرك طيارة انفصل عن الطيارة وطير في السماء زي ما احنا شايفين كده هو العملية مبنية على تجميع بعض الوحدات من لوحات تانية أو من صور تانية تم إيه تصويرها وتجميعها كلها ووضعها في لوحة فنية جديدة جدا ما لاش علاقة بمجموعة الصور اللي كانت بتجمع بالتالي تظهر اللوحة في النهاية فيها فعلا الشكل المطلوب والهيئة المطلوبة بيبقى أنا كده نفست الغرض من اللوحة بتاعتي وهو عمل إعلان ممكن أعمل الصور دي كلها بعد ما جمعها وادمج اللوحة بتاعتي طبعا احنا عارفين البرنامج ده بيعتمد على الطبقات يعني كل صورة بتتحطي دلوقتي بتتحطي على طبقة مختلفة أنا طبعا بيعمل عملية يعبو جاجة يعني جناح الطيارة اللي تكسر أو دي للطيارة مال شوية قطم منه ويعمل برضو بعض الكسور أو بعض الشروخ في جسم الطيارة بتاعته وبعض الألوان اللي بيحطها عشان يدينا إيحاء فعلا إن الطيارة تكسر منها بعض الأجزاء وطارت منها طبعا برضو بيحط برضو بعض الصور المكملة عشان يظهر إن كان فعلا الرجل كان بيجري من شوية ده كان بيجري بسبب تحطي من الطيارة وتحطيم عربيته هنا بيحط طبعا بيرس مجموعة من العربيات في الصف الثاني من الطريق وطبعا هنلاحظ إن كل اللي بيعملهم بيحط بعض الألوان برضو ممكن يجمع أي وحدات حتى لو كانت لوحدات دي شجر المهم كل الوحدات اللي تخدم اللوحة وتخلي شكلها جذاب تخلي أو يعني تخليني أنا كمستخدم أو كواحد ببص لللوحة تعجبني وأحب إن أنا أتفرج عليها ممكن بعد ما يحط كل الأشكال اللي بيحطها على اللوحة دي يبدأ يحط كلمة لشركة معينة في الحالة دي يقول لي إيه آه ده فعلا ده الشركة دي أو المنتج ده ده جميل جدا ده أنا هبدأ أن أنا أشتريه لإن اللوحة كان شكلها جزيلا أو يحطوا إعلان لحاجة معينة مش شرط حتى يكون شركة أيا كان بس المهم إنه ممكن تبقى لوحة فنية وتتحط مثلا على صفحة ويب أو تتحط كاشعار أيا كان المهم هستخدمها في إيه بعد ما انتهي منها أو بعد ما حط الأفكار بتاعت عليها أبدأ أفكر الاستخدام بتاعها في النهاية يكون إيه طعم بيسحب الوحدة اللي هو عاوزها بيسحبها من أي مكان وبيبدأ يركبها عنده في اللوحة بحيث تظهر بالشكل المناسب بتاعه يبقى أنا كده ممكن يبقى مكان صورة عادية خالص وأبدأ من تركيب الصور اللي بركبها فيها بيظهر حاجة تانية خالص غير اللي موجودة زي ما احنا كده قلنا إن الفن في عبارة عن تجميع بعض الأشكال وخصوصا للإعلانات تجميع بعض الوحدات اللي لا يمكن تجمعها جنب بعض يعني هو مثلا عشان يجيب طيارة فعلا ويكسرها ويحطها على الطريق ويصورها تبقى تكلفتها غالية جدا طبعا احنا عارفين إن تكلفة الطيارة نفسها لوحدها هيكون مرتفع جدا فمش معقولها هيجيبها وكان ويعطى لطريق يوم بحاله عشان ياخد لقطة عادية فبالتالي البرامج دي سهلت علينا تنفيذ كل الرسومات الخاصة بينا وتنفيذ كل السور الخاصة بينا بحيث يديني برضو الشكل المطلوب هنا بيعمل كل الإيحاءات وكل الأوضاع الخاصة بالألوان بتاعته وبيثبت الزلال الخاصة باللوحة وبيديني إيحاء كأن المطرة كانت تنطر والأرضية نفسها بتاعت الطريق كأنها مراية وكل الأجزاء الموجودة عندي على الطريق معنعكسة ده ألوانها على الأرضية وحتى نفسه في الجزء الخاص بتاع الجو والشظايا المتطيرة من الطائرة بدأت تظهر وبدأت اللوحة تظهر بالشكل اللي فيه ده وكل دي عبارة عن تجمعات فنية المهم يكون عندك الفكرة المناسبة اللي بيها تقدر تنفذ اللوحة وتوصل بيها للشكل الجمالي الموجود عليه وتقدر أنت تستفيد من تصميم مناسب جدا وجميل جدا وتقدر تتعامل بيه يبقى أنت هنا في التخصص بتاعنا تعلمنا حاجات كتير جدا وهنتعلم حاجات كتير جدا مش بارس عمل إلاحات الفنية يعني مش هيبقى الموضوع مقتصر عن الزغرفة لا في حاجات بننفذها زي ما قلنا بخصوصا مشغولات الجلدية وهي زي مثلا عمل الأحزية الجزء الخاص بالأحزية من فوق اللي هو الجزء الجلدي اللي من فوق ده ممكن ينفذه النظام أو تخصص الجلود بدائلها ممكن تبقى الاستخدام بدائل للجلود اللي هي الجلود الصناعية أو اللدائن قويا كان من المصنوعات اللي أقدر ينفذها في التخصص ده وصوصا برضو في بعض الأحيان تخصص نظام السراميكي لو بيستخدم تكسر السراميكي الصغير بدأ ينفذ به لوحات زي بنشوفها في المترو أعلى الجدران اللي تبقى موجودة يعني اللي نلاحظ أن بيكون أشكال فنية من تعاشق السراميك مع بعض احنا هنا طبعا بنتكلم عن تخصص من تخصص صناعية وده من تخصصات المهمة جدا والكبيرة جدا واللي لها غنى عنها في حياتنا اليومية عشان كده فيه اهتمام بالجزئية دي وخصوصا الجزئية الخاصة بالفن أنت بتشغل نفسك بالفن وفي نفس الوقت بتشغل نفسك بدراسة يعني أنت بتعمل حاجة مع بعض بتمارس هوية وفي نفس الوقت بتكملها دراسيا بيتعلم حاجة كتير جدا عندنا في التخصص ده وفي كل التخصصات الفنية فبالتالي بعد ما بتخلص التخرج قدامك حالة من الاتنين إما تبدأ تفتح مشروعك الصغير المطلوب منك إما تلطح بكلية من الكليات المتاحة ليك ويفضل طبعا لو فتحت مشروع بتكون حاجة جميلة جدا لأن انت في الحالة دي بتعمل تنمية لنفسك بتعمل تنمية لبلدك بتعمل تنمية لحاجات كتير جدا فيك كمان في نفس الوقت بتحس بالإبداع اللي انت عملته بتحس فعلا أن انت تعلمت حاجة مميزة من تخصصك اللي انت عادت تدرس فيه سواء كانت دراسته على مدار ثلاث سنين أو على مدار الخمس سنين في نفس الوقت ممكن تنفذ النشاطات دي حتى لو انت بتكمل دراستك في الكلية هنلاحظ أن هنا التخصص بتاعنا دا كان من التخصصات الجميلة جدا المحبوبة لقلوبنا كلنا أتمنى نكون نغطينا كل التساؤلات في حلقتنا دي وأتمنى نكون كمان وصلنا لحاجة مهمة في التخصصات الصناعية اللي احنا بنشرحها معاكم ونتكلم عنها معاكم أن التخصصات دي فعلا لها واجبات أو لها نفسنا بنحتاجها في حياتنا اليومية بنحتاج أنها تكون دايما قريبة مننا حتى لو أنا هعمل حاجة بسيطة مثلا أصلح حاجة ومشكلة في ألوان البيت عندي هصلحها بالطريقة دي باستخدام النوعية دي من الدراسة وهنلقى طبعا أن هي حاجة جميلة جدا أن أنا أتعامل بالفن وأعمل حاجة بإيدي لما أكون أعمل حاجة بإيدي بحس بإيمتها بحس بالقوة بتاعتها كمان بالنسبة لي حتى لو كانت في أول مرة مش طالع معايا كويس بس الثاني مرة أو ثالث مرة مع التدريبة تطلع شكلها كويس حاولوا بقدر الإمكان أن أنتوا تفكروا كويس قبل ما تلطحكوا بالتعليم الفني أنت ميقولك إيه عشان لما تدخل تخصص تحبه وتبدأت تحس أن أنت إيه بتمارس هواية مش بتتعلم بس لو وصلت لمرحلة التعليم بتاعتك أن أنت كأنك بتنمي هواية فيك هتحس بجمال العملية التعليمية بتاعتنا تحس بجمال الموضوع وتلاقي نفسك بتذاكر بطريقة سهلة وبتنجح بتجيب أعلى الدرجات وتبقى أحسن من أدم في الدنيا أتمنى نكون حلقتنا إن شاء الله كده تكون عجبتكم وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم على خير في حلقات تانية ونكون معنا تخصص جديد كمان عشان نتكلم عنه في الحلقات الجاية نشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة